اشتركوا في القناة حسناء مسلماني ظهرت هذه الفتاة اللبنانية على الشاشة الصغيرة وهي تفرز نثرات شبيهة بالزجاج والكريستال احيانا باحجام مختلفة من عينيها حيث تنوعت ردود الفعل الطبية والدينية وانصبت في معظمها في خانة الطفلة المعجزة التي لم يرد عن حالتها شيء في الموسوعات او وصفها بالطاقة الخارقة مقابل اصوات تشكيكا بالحادثة من دون اعطاء براهين ريثما يتوصل الطب الى نتيجة حاسمة اثناء تصويرها كان الجفن السفلي تورم قبل خروج اول نثرة بسرعة من عينها اما النثرة الثانية وكانت اكبر فلم تخرج الا بعد جهد وبعدما كان والدها يشير اليها بتحريك بؤبؤها لتسهيل خروج النثرة المسننة وبعد اجراء الفحص على النثرات تبين ان سماكتها تختلف لكنها لا تصل الى اكثر من ثلاثة مليمترات ونصف في المرتبة التاسعة امبر لوكي فتاة التنين تعيش هذه البنت في استراليا وهي مهوسة منذ صغرها بالحيوانات الزاحفة وفي مقدمتهم التنين وهو ما جعلها تقوم بوضع شوم على كامل جسدها لكي تبدو مثل التنين ولجأت هذه الفتاة التي تبلغ من العمر اربع عشرة سنة الى تغيير لون عينيها حيث وضعت عليها لاصقا ازرق كي تبدو مثل التنين كما قامت بشق لسانها الى نصفين ليظهر لسانها مثل لسان الافعى كما قامت باحداث ثقوب في اذنيها والرسم عليها لتبدو كل اذن مثل رأس الافعى واصبحت هذه البنت تملك العديد من المعجبين على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تقوم في كل مرة بتغيير مظهرها ولون شعرها في المرتبة الثامنة ايكاتيرينا ليسينا هذه الفتاة الروسية التي تبلغ من العمر 27 سنة تعتبر اطول فتاة في روسيا اذ يبلغ طولها مترين وخمسة سنتيمترات كما تعتبر صاحبة اطول قدمين في العالم حيث يصل طول قدميها الى 132.8 سنتيمترات وكانت ايكاتيرينا لاعبة سابقة في المنتخب الروسي لكرة السلة فقد شاركت في العديد من المباريات وكانت عضوا في الفريق الوطني الروسي ونالت عدة ميداليات على رأسها الميدالية البرونزية في دورة الالعاب الأولمبية لعام 2008 في بكين والميدالية الفضية في نهائيات كأس العالم 2006 في البرازيل في المرتبة السابعة هانا تيتنسون بملامح رائعة وضحكة بديعة وعيون واسعة كالغزلان تجعل ملامحها اكثر وضوحا وجمالا وتثبت بما لا شك فيه ان الفتاة السمراء ذات اطلالة مميزة جدا تظهر هذه الفتاة الامريكية التي تتمتع بخفة دم وروح مريحة هذه الفتاة الامريكية تحرص على ان تبقى بشرتها سمراء طوال الوقت بالرغم من انها بيضاء البشر في الاصل وتقول هذه البنت انها تشعر بانها اجمل واكثر اناقة ببشرتها السمراء وهي تجد ان مستخطرات التجميل تكون اكثر لياقة عليها في المرتبة السادسة جونالين باكس تبلغ هذه الفتاة الفلبينية اربعة وعشر عاما وهي تملك صدرا كبيرا جدا وقالت هذه الشابة انها تعاني منذ الطفولة بسبب هذا الوضع الذي يعوقها عن القيام ببعض اعباء الحياة اليومية فعديد من النساء يسعين للحصول على ثدي كبير من اجل الجمال ولكن الامر بالنسبة لها اصبح يسبب لها المعاناة وقالت كل يوم اتعرض لمضايقات من الاشخاص الذين لا يعرفونني وهم يسخرون مني ويعتبرونني مادة لكي يضحكوا بدون اي سبب رغم انني انسان مثل اي شخص اخر في المرتبة الخامسة سيلفان هذا الفتى يلقى بالرجل المائي فهو يقضي معظم وقته داخل الماء ويتميز بقدرته الكبيرة على حبس انفاسه داخل المياه حيث بامكانه البقاء تحت الماء لمدة خمس دقائق من دون ان يتنفس وكان هذا الشاب يعشق رياضة الغوص منذ الصغر حيث كان يتغلب على جميع اصدقائه في الغطس وصلت اطول مدة مكثها سيلفان تحت الماء وهو يحبس انفاسه الى خمس دقائق وثلاثين ثانية ويقضي هذا الشاب هذه المدة تحت الماء لكي يصطدى الاسماك برمحه الخاص في المرتبة الرابعة جيف داب هذا الشاب قادر على رفع اكثر من خمسين كيلو جرام بيد واحد فقط فجيف داب ابن ولاية مينيسوتا الامريكية ليس كاي مصارع اخر حيث يملك اكبر كف يد في العالم تمكنه من صحق وجه من امامه في بضع ثوان بمجرد ضربه له هذا الشاب صاحب اكبر كف يد في العالم بشكل طبيعي ودون هرمونات اعتاد لعب المصارع ويقارنه اصحابه ومعجبوه بشخصية الكرتونية الشهيرة باباي ذات العضلات المهولة لم يخسر صاحب اكبر كف في العالم اي مرة في لعبة ريست منذ ان كان في السابعة عشرة من عمره بفضل قبضته الحديدية في المرتبة الثالثة ازهانغ ريفانغ هذه العجوز تايلاندية تمتلك قرنا في الجهة اليسرى من جبيدها ويشبه ذلك القرن تلك التي عند الماعز كما ان لونه اسود هذا القرن ليس صلبا كالذي عند الحيوانات وفي الجهة المقابلة من جبين هذه المرأة يظهر اثر القرن الاخر لكنه لم ينمو مثل الاخر على جبين العجوز في المرتبة الثانية سوفي دوسي هذه الشابة الالمانية التي تبلغ من العمر تسعة عشرة سنة لقبت بالمرأة الافعى وتعتبر اكثر امرأة مرونة في العالم اجمع تعيش في المانيا وتم ادراجها في موسوعة جينيس للارقام القياسية لبعض من الوقت كاكثر امرأة مرونة في العالم تستطيع ان تتموضع بطريقة مذهلة للعقل البشري وتعتبر مستحيلة التطبيق لغالبية سكان العالم حيث بامكانها ان تقلب ساقيها امام رأسها وبالعكس بالاضافة للكثير من المواضع المعقدة الموضحة في هذه الصور في المرتبة الاولى رايان دوفي بالرغم من ان اعضاء هذا الفتى الايرلندي تثبت بانه ذكر الا ان الجينات التي بداخله ومظهره الخارجي كلها علامات تظهر بانه انثى فالشاب ليس لديه شعر ابدا على وجهه كما انه يخبر الجميع انه لم يشعر يوما بانه ذكر يقوم هذا الشاب بارتداء ملابس للنساء وتظهر اعضاء جسم هذا الشاب وكأنها لانثى وهو ما جعله يدخل عالم الازياء للنساء ويصبح مشهورا اشتركوا في القناة